موسيقى نشرة سادسة عبر شاشة ليبيا لكلي الأحرار والبداية بالعنوين عملية الكرامة تؤكد تنفيذ طائرتها ثلاث غراب جرية استهدفت رتلا تابعا لصرايا الدفاع عن بنغازي وصرايا الدفاع تقول إن طيران الكرامة استهدفا عن طريق الخطأ رتلا تابعا البنيان المرسوس تعلن عودة أكثر من 2600 عائلة نازحة إلى سرط وتعرض عدد من مدار السرط للسرقة والتدمير أثناء الحرب على ما يعرف تنظيم زولة مساهل يقول في لقاء مع ود يمثل زنتان إن الجزائر تتعامل مع كل الأطراف الليبية وتدعم الحوار الوطني الموسع القائم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية قالت رئاسة أركان القوات الجوية تابعة لعملية الكرامة إن طائراتها نفذت ثلاث غارات جوية استهدفت رتلا تابعا لصرايا الدفاع عن بنغازي يوم الأحد وأشارت رئاسة أركان القوات الجوية عبر صفحتها على فيسبوك إلى أن الغارات الثلاثة أدت إلى مقتل عدد من منتسب السرايا بالإضافة إلى تدمير عدد من الأليات من جهتها قالت سرايا الدفاع عن بنغازي إن طيران عملية الكرامة استهدفا عن طريق الخطأ رتلا تابعا للكرامة يوم الأحد وأوضحت وكالة بشرة الإخبارية النافذة الأعلامية لصرايا الدفاع عن بنغازي أن طيران الكرامة شن ستغارات جوية لم تسفر عن أي إصابة في صفوف سرايا الدفاع أبدأت السفارة لإيطالية في ليبيا استقرابها من تصريحات عضو مجلس نواب إبراهيم الزغيد بخصوص علاقة إيطاليا بحادثة سقوط مروحية ومقتل من فيها ووصفت السفارة الإيطالية في ليبيا عبر موقع تدوينات المصغرة تويتر هذه التصريحات بالهراء والهزلية وغير المسؤولة وكان عضو مجلس نواب إبراهيم الزغيد قد اتهم في تصريح صحفي فرقاطة إيطالية باستداف المروحية وإسقاتها يذكر أن طائرة عمودية تابعة لعملية الكرامة أسقطات أثناء مهمة قتالية جنوب مدينة السرد مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من ثلاثة عسكريين ورأى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح في نشرة سابقة نصرية دفاع عن بنغازي غيرت من استراتيجيتها في تعامل مع قوات عملية الكرامة المنتشرة في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة عبر الخروج في مجموعات صغيرة لمنع استدافها من قبل الطيران الآن استراتيجية هذه القوات هي الخروج في جماعات صغيرة ومحاجمة قوات حفتر ومواقع قوات حفتر المنتشرة في الصحراء من ضمنها اليومين الماضيين حاجمت كتيبة الحكيم المعزب وألحقت بها بعض الخسائر يريد حفتر بهذه الطائرات التي يرسلها بين الحين والآخر تأديب هذه القوات ومنحها من التحرق وربما تحزيمها في مواقعها أكد المركز الأعلامي لعملية البنيان المرصوص عدة أكثر من ألف وستمائة عائلة نازحة إلى مدينة سيرت منذ أسبوع على بدء عودة النازحين إلى المدينة وأوضح المركز عبر صفحتي على فيسبوك أن 585 عائلة رجعت إلى حي السبعمية والقربيات بنهاية يوم الأحد في إطار المرحلة الأولى لعودة النازحين التي بدأت في الخامس من فابراير الجاري وأضف المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن أكثر من ألف عائلة أخرى عادت إلى الحي السكني رقم ثلاثة في إطار المرحلة الثانية والتي بدأت في التاسع من الشهر الجاري استنكر المجلس البلدي سيرت حادثة اختطاف عميدي البلدية مختر المعداني ومرافقها عادل ناجي وربيع محمد فرج يوم السبت ببوابة غوطة رمان بطرابلوس واعتبر المجلس في بيان له حادثة الاختطاف واقعة غير مسبوقة في حق أهالي سيرت مطالبان الجهة الخاطفة بإطلاق صراح المعداني ومرافقه فورا دون قيد أو شرط وحمل المجلس البلدي سيرت المجلس الرياسية لحكومة الوفاق الوطني والجهات الأمنية والعسكرية في ترابلوس المسئولية الكاملة عن اختفاء العميد ومن معه دعيا إلى فتح تحقيقنا في الحادثة من جانبه عرب سفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن اختطاف عميد بلدية سيرت مختار المعداني واثنين من زملائه مشيرا إلى أن الجريمة المنظمة تعتبر تهديدا لكل ليبيا وفي سياقنا خرق الميلتينه يدعم بيان المجلس الرياسي لحكومة الوفاق الوطني حول عدم شرعية ما يسمى بالحرس الوطني وما يشكله من تهديد بتصعيد العنف والاسترابات في ترابلوس قال مراقب شون التربية وتعليم بسرة مفتاح عبد الكافي أن بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة تعرضت للسرقة والنهب والتدمير خلال الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة وأوضح عبد الكافي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مدرستي الهداية والثانوية الواقعتين بحي الجيزة البحرية تعرضت للتدمير بشكل كامل فيما تعرض عدد آخر من المدارس وديوان مراقبة تعليم ومكتب الامتحانات في الأحياء السكنية الأخرى للعبث والسرقات وطلب عبد الكافي الجهات المسؤولة بتخصيص مبالغ مالية لصيانة المدارس بمدينة سرط حتى تتمكن من استقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني للعام الجاري خاصة بعد عودة العائلة النازحة قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائرية عبد القادر مساهل إن بلاده تتعامل مع كل الأطراف الليبية على قدم المساواة وتدعم الحوار الوطني الموسع الذي يشمل كافة الفاعلين الليبيين والقائم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وجد دمساهل خلال لقاء مع وفد يمثل مدينة الزنتاني في الجزائر دعم بلاده للمصار السياسي الذي باشرته الأمم المتحدة والرامي إلى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية فقد تم خلال اللقاء مناقشة الحل السياسي التوافقي المستدام للأزمة السائدة في ليبيا وكيفية الحفاظ على الوحدة الوطنية فيها من جهته رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصرات محمد بن طاهر أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا مراجحان أن تنجح الجزائر في تقريب وجهة نظر بين مختلف الأطراف جهود الجزائر من بداية الأزمة جهود متزنة وهي بالفعل تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وأيضا جهود الجزائر تقترف على جهود مصر لأنها لم تدعم أي طرف وإن لم تكن دولة الجزائر جارة لليبيا ربما لكلت مصر دولة ليبيا ودعم الطرف في طرف آخر هذه الجهود حقيقة جهود طيبة وجهود بالفعل أعتقد أنني في تقديري أن هذه الجهود سوف تلقى تحسن وسوف تشهد نجاحات كبيرة في تقريب جهود الأطراف الليبية وجمحهم على طاولة واحدة أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن لتركيا أن تغضى طرف عن أوضاع ليبيا مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وظف أردوغان في كلمة له أمام معهد السلام الدولي في البحرين أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات مهم جدا ويجب على الجميع الدعمه التقى المبعوث الأمامي إلى ليبيا مارتين كوبلر بوزير الخارجية التونسية خميسة جيناوي لبحث الأزمة الليبية والمبادرة الثلاثية التي تقدمت بها تونس لحل الأزمة وقال كوبلر في تغريدة له على تويتر إن الاجتماع مع الجيناوي كان مثمرا وإنه في غاية الامتنان للمبادرة التونسية الهدفة لتقريب وجهات نظر بين مختلف الفرق الليبيين قال وزير الخارجية التونسية خميسة جيناوي على هامش لقائه بالمبعوث الأمامي إلى ليبيا مارتين كوبلر إن بلده ستحتضن خلال أيام اجتماع وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس لوضع تصور عام للمبادرة الثلاثية لحل الأزمة الليبية مضيفا أن هناك تنسيقا كاملا بين هذه الدول لدفع الليبيين نحو التوافق مهما كانت توجهاتهم على حد تعبيره تونس مفتوحة من كل الأشقاء الليبيين هدفها الوحيد هو دفع ودعوة كل الليبيين مهما كانت توجهاتهم بتباتحال الليبيين الذين يحرصون على وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها دعوتهم للتوافق فيما بينها واحدة سنكون الحزام الليبي يحاول أن يقنع الأشقاء الليبيين بهذا التوجه وأعتقد فيه تنسيق كامل وشامل مع مصر ومع الجزائر في هذا الخصوص أكد مكتب الأعلام بجهاز الأمن الدبلوماسي في العاصمة طرابلوس وصول السفير الفرنسي لدى ليبيا صباح اليوم للعاصمة وأضف مصدر بمكتب الأعلام بجهاز الأمن الدبلوماسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الجهاز يؤمن حاليا السفير أثناء اجتماعه بعدد من الشخصيات داخل العاصمة قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض هو الرجل المناسب لمنصب مبعوث المنظمة الأممية في ليبيا على حد تعبيره وأضاف كوتيريش خلال القمة العالمية للحكومات بدبي أن عدم تمكنه من تعيين فياض مبعوثا أمميا في ليبيا يعتبر خسارة لعملية السلام الليبي والشعب الليبي حسب قوله يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت اعتراضها على تعيين سلام فياض مبعوثا أمميا إلى ليبيا حسب ما نقلته المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي أعتقد أن فياض هو الشخص المناسب في المكان المناسب في اللحظة المناسبة لديه صفات معترف بها في كل مكان ولديه الكفاءة التي لا ينكرها أحد وليبيا تتطلب نوعا من المقدر التي يملكها أعتقد أنها خسارة لعملية السلام الليبي والشعب الليبي نظرا لأنني غير قادر على تعيينه أعرب ناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية أشرف الثلثي عن آمله في إلغاء تأشيرة تركيا المفروضة على الليبيين في أقرب الأجال بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي فيزا سراج إلى تركيا مضيفا أن الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة خارجية حكومة الوفاق تعمل على تركيب منظومة بالسفارات الليبية بالخارج لتسهيل إجراءات المواطنين في إصدار الجوازات وغيرها وزارة الخارجية قامت عن طريق الإدارة العامة للجوازات بربط منظومة في سفاراتنا بالخارج حتى يتمكن المواطنين القاتلين بالخارج بالتواصل مع السفارات وطلب حقوقهم المتمثلة في إصدار جوازات السفر وقال ثلثيين طائرة محملة بشحنة من تجهيزات والمعدات الطبية وسيرات إسعاف وصلت الأحاد إلى مستشفى مدينة أباري بتنسيق بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيك وأعضاء مجلس النواب عن الجنوب وذلك لتخفيف المعاناة عن أهالي المنطقة وصلت إلى مدينة أباري مساء يوم الأحد طائرة تحمل علامات أنها شحنة من تجهيزات والمعدات الطبية وسيرات إسعاف في مستشفى المدينة في خطوة يهدف من خلال المساهمة في تقديم أفضل الخدمات الطبية لسكان الجنوب بالإضافة إلى السيولة لمصارف المدينة طبعا هذه الحملة الآن منطلقة ونأمل أن تم الاندمام لها في إطار التوطيد المبادرات أكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطنية استمرار فرض التأشير على المواطنين الليبيين الراغبين بدخول تركيا من قبل السلطات التركية وضف المكتب أن سفارة تركيا بالعاصمة رابلوس والقنصلية التركية بمسرطة بدأت في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة التركية للمواطنين الليبيين دون استثناء وبالأخص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن أربع عاما وتحت سن السادسة عشر نشرتنا متواصلة وفيها بعض الفاصيل أربعة فوتوغرافيين ينظمون معرضا فنيا للصور بدار الفنون بطرابلوس تحت عنوان إنعكاس يجسد قصصا متنوعة تعكس الواقع الإنساني بأفكار إبداعية جديدة عملية الكرامة تؤكد تنفيذ طائراتها ثلاث غراط جوية استهدف ترتلا تابعا لسرايا دفاع عن بنغازي وسرايا دفاع تقول إن طيران الكرامة استهدفا عن طريق لخطأ رتلا تابعا له البنيان المرصوص تعلن عودة أكثر من 1600 عائلة نازحة إلى السرط وتعرض عدد من مدارس سرط للسرقة وتدمير أثناء الحرب على ما يعرف بحنظيم الدولة سهل يقول في لقاء مع وفد يمثل زنتان إن الجزائر تتعامل مع كل الأطراف الليبية وتدعم الحوار الوطني الموسع القائم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية قال المجلس البلدي الصبرط إنه يرفض توقيع أي اتفاقية لتوطين المهاجرين في ليبيا محملا المسئولية للجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والدولي في مكافحة هذه الظاهرة وأضف المجلس في بيان له أنه يستغرب ما سماه الصمت المحلي والدولي تجاه الهجرة غير النظامية وما ترتب عليها من أذن وتعد على الأرواح البشرية مشيرا إلى أن ذلك قد يتطور لتكوين عصابات خاصة بتجارة البشر وعدم السيطرة عليها بسبب ضعف الأجهزة الأمنية وانتشار السلاح وأوضح بلدي الصبراط أن ازدياد عمليات الاتجار بالبشر يتطلب وقفة جادة من الجميع لمكافحة هذه الظاهرة على المستوى المحلي والدولي أفد مدير إدارة دار الرحمة بمركز 7 طبي حسن الزروق بأن إدارة المركز قامت بإغلاق دار الرحمة بسبب تراكم الجثث وعدم وجود طبيب شرعي بالمنطقة الجنوبية وأوضح الزروق لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عدد الجثث بلغ 48 أغلبها مجهولة الهوية محذرا في الوقت نفسه من انتشار الأوبئة بسبب وجود 7 منها خارج الثلاجة لعدم وجود مكان لحفظها مبينا عدم استطاعة المركز استقبال أي جثمان نقش عضو المجلس البلدي مصراط إسماعيل الهاشمي عرضا عن تطور التجربة التركية في جمع وتدوير القمامة والمصاعب الفنية والتشريعية التي واجهتها خلال لقاء جمعه مع مساعد أمين اتحاد البلديات التركية جودتا تسوكمان بالعاصمة التركية أنقراء وأوضح المجلس البلدي مصراط عبر صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك أن عضو المجلس وجهت دعوة إلى اتحاد البلديات التركية للتعاون الثنائي بين الاتحاد والبلدية وصلت إلى مطار أباريامس الأحاد طائرة شحن تابعة لحكومة الوفاق الوطني وعلى متنها سيولة مالية مخصصة لمصرف شمال إفريقيا والتجاري تقدر بستة ملايين دينار لبي وتجهيزات من المعدات الطبية وأعلن المجلس البلدي أباري عبر صفحتي على فيسبوك وصول سيارتي إصعاف على الطائرة نفسها مقدمتين لمستشفى أباري العام من البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة أعلنت شركة العمل الكهرباء يامسي الأحاد البدء في تشغيل الوحدة الأولى من مشروع محطة الكهرباء الخمس الاستعجلي بقدرة 262 ميجاوات ومن جهتها الشرعات شركة الكهرباء بحسب ما نشرته عبر صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تجهيز محطة مزرعة الأسماك بمنطقة كعام مضيحة أن هذه الخطوة ستعمل على دعم محطة كعام التي تعاني من انقطاعات متكررة وأضافت شركة أنه تم الانتهاء أيضا من سيانة محطة فسانو بمدينة غريان بحثت شركة العمل الكهرباء بالعاصمة التونسية اتفاقية الربط الدولي وتنفيذ برامج التدريب والتعاون المشترك مع الشركة التونسية للكهرباء وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على فيسبوك أن الطرفين ناقش العمل على ضرورة تبادل الطاقة بين ليبيا وتونس ودراسة إمكانية تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية التونسية القريبة من الحدود الليبية بالغاز في مقابل التزويد بالكهرباء للجانب الليبي وذلك بعد التواصل مع الجهات المختصة طلب المجلس المحلي درنا أصحاب التشاركيات وموزع غاز طاهي بالتقييد ببيع استوانة الغاز حسب المبلغ المحدد وهو ثلاثة دنانيرا ليبية مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين منهم ودع المجلس في بيان له المواطنين إلى إبلاغه عن أي تشاركية أو موزع فردي يخالف هذا القرار في سيق آخر فدى المجلس المحلي درنا باستكمال أعمال مشروع ربط محطة حي السلام أنبخ وذلك بتنفيذ وإشراف مكتب المشروعات بالمجلس المحلي مشيرا إلى أن شركة الكهرباء ستبدأ قريبا في تركيب المحول لإنشاء محطة فرعية بقوة 400 فولت لحل مشكلة الأحمال الزائدة التي تعاني منها المنطقة أكدت مؤسسة الشيخ آض طاهر الزاوي الخيرية أن الفريق الطبية التابع لها قام بالكشف على 40 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة داخل مركز الإيواء الناصر بالزاوية الغربية وأضافت المؤسسة أنه تم اكتشاف حالة مرضية كالبرد والتهاب المفاصل والأمراض الجلدية والنزلات المعاوية وأمراض الجهاز التنفسي وبعض الأمراض النسائية بين نزلاء المركز وقالت المؤسسة إنها قامت بزيارة تفقدية أيضا لمركز الإيواء الكراريم بمدينة مصراطة ضمن الزيارات الأسبوعية التي تنظمها لمراكز إيواء المهاجرين غير النظامين افتتحت مؤسسة ليبيا للجميع فرع الواحات الأحد معرض بعنوان الواحات بكل الألوان في بلدية شخرة بحضور عميد البلدي المكلف وعدد من المسؤولين والمهتمين بالمجال الثقافي وأشار المجلس البلدي شخرة إلى أن مؤسسة ليبيا للجميع حرصات على أن يشمل المعرض مناطق الواحات الثلاث في جالو وأوجلا وشخرة يشاري لأن مؤسسة ليبيا للجميع كانت وجهت دعوة قبل أسبوعين للفنانين والرسمين والمهتمين بالمجال الثقافي من أبناء الواحات للمشاركة في المعرض لإبراز مواهبهما أعلنت المؤسسة الوطنية لنفط شحنة أو لنقلة نفط من ميناء غزة نفطي العائم بحقل البوري البحري يوم أمس الأحد وأوضحات المؤسسة عبر موقعها الرسمي أن خزان غزة العائم تم تصنيعه عن طريق إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بدولة كوريا الجنوبية لتوفير سعة تخزينية كبيرة من النفط الخام لحقل البوري والتي تقدر بمليون ونصف المليون برميل من النفط الخام وأشارت المؤسسة إلى أن استكمال أعمال تركيبات البحرية للأنبيب والكوابل البحرية والألياف البصرية مع منصات الانتاج بالحقل تمت مع نهاية عام 2016 وتم الضخ النفط الخام المعالج بالمنصة الرئيسية مع نهاية شهر يناير من العام الحالي نظم أربعة مصورين فوتوغرافين بدار الفنون بطرابلوس معرضا للصور تحت عنوان إنعكاس اللوحات الفنية المعروضة لقد استحسن الزوار لما تحمله من قصص متنوعة تعكس الواقع الإنساني بأفكار إبداعية جديدة خمسون لوحة فنية جسد الواقع من زوايا وقصص متعددة صورها أربعة مصورين وفنانين فوتوغرافيين في معرض بعنوان إنعكاس أقيم بدار الفنون في العاصمة ترابلوس صور إبداعية وأخرى تحكي قضايا المجتمع الإنسانية والفكرية وتحاول معالجتها فضلا عن ادماج الفنون التشكيلية فيها وذلك بهدف إخراجها من النمط العادي والتصوير التوثقي لتعكس للناس صورا واقعية عجزة الأقلام عن إصالها هذا مهم جدا للفن ومهم لفن التصوير بالذات إنه يطلع شوية للفنانين من مجرد التوثيق فقط وإنه يبحثوا في ذاتهم عن كيف تكوين صور ذات معاني ذات دلالات تخرج من الإطار العادي اليومي دور المرأة كان من بين الموضوعات التي حاولت إحدى المشاركات في المعرض إصاله عبر صور تعبيرية تلخص طبيعة ما يصفه البعض بالصراع الذي تعيشه المرأة في بعض جوانب الحياة مع المجتمع عنوان المعرض نعكاس نعكاس الواقع، نعكاس الحياة، نعكاس لرؤية كل مصور من المشاركين لحن الأربعة للمشهد اللي قدامه وكيف إنه يقدر يوصل به شيء من خلال صورتها أنا صوري أكثر هتتكلم مع المرأة، المرأة وصراها مع المجتمع معرض عكاس الذي لاقى ترحيبا من زواره الذين قالوا إنه لامس الكثير من القضايا وهموم المواطن اليومية بأفكار إبداعية متنوعة يعكس زاوية أخرى تبين قدرة الفنان الليبي على طرح قضاياه بعيدة عن التقليد وبأنماط جديدة إلى تذكير بهم العنوين عملية الكرامة تؤكد تنفيذ طائراتها ثلاث غارات جوية استهدفت رتلاً تابعاً لصرايا الدفاع عن بنغازي وصرايا الدفاع تقول إن طيران الكرامة استهدف عن طريق لخطأ رتلاً تابعاً لها البنيان المرسوس تعلن عودة أكثر من 1600 عائلة نازحة إلى السيرت وتعرض عدد من مدار السيرت للسرقة وتدمير أثناء الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة مسهل يقول في لقاء مع وفد المثل الزنتان إن الجزائر تتعامل مع كل الأطراف الليبية وتدعم الحوار الوطني الموسع القائم على احترام سيادة ليبيا وعدم تدخل في شؤونها الداخلية للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب شكراً على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة